بسم الله الرحمن الضحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح أحاديث الصيام من كتاب المنتقى الدرس التاسع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس من دروس شرح أحاديث الصيام من كتاب المنتقى للإمام المجد عبد السلام بن تيمية الحراني ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا الدرس أحياكم الله وبرك فيكم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب من أكل أو شرب ناسيا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله على آله وأصحابه ومن والاه لا شك أن الأكل والشرب متعمدا يبطل صيام الصاهم وأما إذا أكل أو شرب ناسيا فهذا الحديث يدل على أنه لا حرج عليه في ذلك وأن صيامه باق وصحيح والحمد لله وهذا كما في قوله تعالى ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا في قوله صلى الله عليه وسلم عفية لأمة الخطى والنسيان وما استكره عليه وألا من فضل الله سبحانه وتعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقه هذا هو الأصل الذي يدل على ما جاء في الترجمة لأن من أكل أو شرب ناسيا وهو صايم فإن صومه لا يتأثر بذلك وهو معفو عنه والحمد لله من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه ثم قال صلى الله عليه وسلم معللا ذلك بقوله فإنما أطعمه الله وسقاه بمعنى أن الله سبحانه يقدر له ذلك وهو معذور بالنسيان وهذا تحت القاعدة أن الناس لا يؤاخذ فيما فعل وهذا في أمور الدين أما الناس لحقوق الناس فلا يسقطها النسيان كذلك الناس للفرايض لا تسقط بالنسيان فالنسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها فالنسيان لا يسقط الواجب وإنما يسقط الإثم نعم وفي لفظ إذا أكل الصائم ناسيا أو شرب ناسيا فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه رواه الدار قطني وقال إسناد صحيح نعم هذا مجلس الحديث الذي قبله الحديث الصحيح أنه إذا أكل أو شرب فإن صيامه لا يتأثر بذلك وأن هذا رزق ساقه الله له لأنه لم يتعمده والله عفى عنه في ذلك فبقي نفع هذا الطعام والشراب فضل من الله ونعمة من الله عز وجل وبقي صومه صحيحا نظرا لأنه لم يتعمد هذا الأكل وهذا الشرب نعم وله في لفظ من أفطر يوما من رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة قال الدار قطني تفرد به ابن مرزوق وهو ثقة عن الأنصار وهذا كلا حديث التي قبله أن من أكل أو شرب ناسيا وهو صايم فإن صيامه باق وعليه أن يتم صومه وهذا الأكل والشرب إنما هو شيء ساقه الله له ولم يواخذه عليه وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب التحفظ من الغيبة واللغو وما يقال إذا شتم نعم الصائم كما أنه يترك المفطرات الظاهرة مثل الأكل والشرب والجماع والحجام وغير ذلك فإنه أيضا يتجنب المفطرات المعنوية التي لا تبطل الصيام ولكنها تبطل ثوابه لا يكون له ثواب وأجر على صيامه وإنما يكون حظه منه الجوع والعطش كما في الحديث فالصائم يصوم سمعه عن سماع المحرمات ويصوم بصره عن النظر إلى ما حرم الله ويصوم لسانه عن الكلام المحرّة فإن هذه الأمور تبطل ثوابه ولا يؤمر بالقضاء ولكن ليس له ثواب في ذلك نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفض يومئذ ولا يسخب فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إن مرء صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه نعم هذا الحديث فيه أن الصائم يتجنب الرفث والرفث هو الجماع ودواعيه ويتجنب أيضا السباب الشتم والكلام المحرم صيانة لصيامه لأن هذا يذهب أجره يكون صيامه جوعا وعطشا ولا أجر له فيه فيحفظ الصائم لسانه وحتى لو سابه أحد فإنه لا يرد عليه وإن كان الأصل أنه يجوز له القصاص ممن شتمه أو سبب أن يرد عليه بالمثل ولكن في الصائم يتجنب هذا ويعلن ويقول إني صائم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه رواه الجماعة من لم يدع قول الزور الكلام المحرم وشهادة الزور والشتم والسباب وغير ذلك من الكلام المحرم سواء كان على الكلام المحرم فيما بينه وبين الله أو فيما بينه وبين الناس إنه يتجنبه ويصوم لسانه عن ذلك ويتنزه عنه وإن سابه أحد أو شاتمه فلا يرد عليه بل يقول إني صائم ويعلن ذلك حتى يمتنع من السباب والشتم وفي الحديث أنه إذا استقال في الكلام المحرم فإنه ليس لله حاجة لأن يدع طعامه وشرابه الله جل وعلا أراد منا أننا ندع الطعام والشراب وندع أيضا الكلام المحرم والألفاظ السيئة لأنها تبطل الصيام فهذا يدل على أن الذي يسب ويشتم ويتكلم بالكلام المحرم وصائم أنه يبطل ثوابه وإن كان لا يؤمر بالقضاء ولكن يبطل ثوابه ويكون تعبا بلا فائدة يكون جوعا وعطشا بلا فائدة ولا ثواب فيه جزاكم الله عنه عن أمة الإسلام خير الجزاء على تفضلكم بشرح هذه الأحاديث من كتاب المنتقى للإمام المجد عبد السلام ابن تيمية الحراني شكرا لكم فضيلة الشيخ صالح وشكرا لزميل مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا الدرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته